اشتركوا في القناة ويدخل اليقين إلى القلب فقد رأوا بأنفسهم ما حصل من إحياء الميت بضربه ببعض البقرة وعدو الحجر بثوب موسى وتلك العصى التي أبطلت سحر السحرة وإدخال اليد في الجيب لتخرج بيضاء ثم الضرب هذا البحر بالعصى وانفلاقه ويبس الطريق مع أن البحر إذا زال الماء الأرض طين طين لكن يبست ليمشوا عليها ثم بعد ذلك تضليل الغمام وأنزلنا عليه من والسلوى والطعام الشهي والحجر تنبجس منه اثنتا عشرة عينا ولقد أتينا موسى تسعة آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم قال الله عز وجل سل بني إسرائيل كم أتيناه من آية بينا أي واحدة منها كفيلة بالهداية لكن أعطاهم معجزات وخوارق وتوالت عليهم الآيات الصحابة هل كانوا يقولون اثبت لنا بني إسرائيل وصلت القضية بهم أنهم قالوا أرنا الله جهرة أرنا الله جهرة الصحابة ما قالوا ولا طلبوا الآيات المشركون كانوا يطلبون الآيات والله عز وجل هو الذي يأتي بالآيات متى أراد الصحابة آمنوا خلاص هذا القرآن آمنوا به من إسرائيل لا وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة يعني تكذيب وقاحة ولذلك كانت العقوبة شديدة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون يعني ماتوا ماتوا ثم بعثناكم من بعد موتكم بعثناكم من بعد موتكم أما الصحابة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله خلاص قيل لأبي بكر هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المخدس قال وقال ذلك قال له كفار قريش نعم قال إن كان قال ذلك لقد صدقت قالوا أو تصدقوا أنه ذهب الليلة إلى بيت المخدس وجاء قبل أن يصبح قال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة رواه الحاكم الصحيح والألباني فمن كان باطنه نوريا يعني استنار بنور الله في قلبه فمن كان باطنه نوريا كان في التصديق بكريا كأبي بكر ومن كان باطنه مظلما كان في التكذيب خفاشا كأبي جهل وبقية الناس بين هاتين المنزلتين كل منهما بقدر ما أعطي من النور الصحابة إيمان غرص قوموا إلى جنة عرض والسماوة يا رسول الله جنة عرض والسماوة وأرض نعم بخن بخن رمى التمرات قاتل قتل ما عندهم تردد إيمان قوي هذا الذي يعني حصل ما ما بين بني إسرائيل وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرق عظيم شاسع هؤلاء الصحابة يجردون التوحيد لله وبنوا إسرائيل بعد ما يجاوز البحر يمرون على قوم يعكفون على أصنام لهم كفر مشركون يا موز أجعل لنا إلها كما لهم آلها قال إنكم قوم تجالون ما هذا الآن رأوا آيات الله الباهرة لقد رأى من آيات ربه الكبرى رأوا شق البحر أغراق في العون ويقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلها وجحود نعمة يعني قد علم كل أناس ما شربهم اثنى عشر عين وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم من نوى السلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إيش بعد كل هذا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ناس أنا الله أعطاكم منه السلوى تقول هات العدس وهات البصل ولذلك قال لهم تستبدلون الذي هو أدن بالذي هو خير لا يريدون أن ينهضوا بالتكاليف ولا أن يغيروا المألوف من الأطعمة خلاص عاشوا على العدس والبصل والثن وكانوا في البرية ظلل الله عليهم الغمام ظلل الله عليهم الغمام ويقولون ومن نسلوى هات بصل فسألوه من سوء اختيارهم دنوا الهمة عندهم حتى في الطعام قال ابن القيم ومن تلاعب الشيطان بهم أنهم كانوا في البرية قد ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم من نوى السلوى فملوا ذلك وذكروا عيش الثوم والبصل والعدس والبقل والقثاء فسألوه موسى عليه السلام وهذا من سوء اختيارهم لأنفسهم وقلة بصرهم بالأغذية النافعة الملائمة واستبدال الأغذية الضارة القليلة التغذية منها فكانوا في أفسح الأمكنة وأوسعها وأطيبها هواء وأبعدها عن الأذى ومجاورة الأنتان والأغذار سقفهم الذي يضل من الشمس الغمام وطعامهم السلوى وشرابهم ألمن وكانوا مع ذلك تفجر لهم من الحجر واثنى عشر عينا من الماء فطلبوا الاستبدال خلص قال اهبطوا مصرا اروحوا فإن لكم مسألة أما الصحابة رضوان الله عليهم صبروا مع نبينا على كل شيء في حصار الشعب وصبروا وعلى الجوع صبروا وراحوا في سبيل الله الواحد ما عنده إلا تمرة في اليوم يمصها كما يمص الصبي وأكلوا ورق الشجر الخبط الخبط سرية الخبط سمي جيش الخبط لماذا في البخاري أميرنا أبو عبيدة نرصد عيرا لقريش فأصاب نجوع شديد حتى أكلنا الخبط وألقى البحر حوتا يقال له العنبر فأكلنا نصف شهر وادهنا بودكه شحم الدهن الحود حتى صلحت أجسامنا رواه البخاري صبروا معه على كل شيء شعر شكرا موسيقى يقبل